السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هدنا ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العرقوب هو في حقيقة دوا يعني في منطقة دينا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل كما كتعقوا الاتهاب العرقوب كيجي من تقل يعني لكان الارنب يعني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب الاتهاب العرقوب هو واحد الجروح كتجي على مسألة ما عنديش هاد الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسر لكم كيفاش تتعاملوا مع الاتهاب العرقوب الاتهاب العرقوب بالدارجة كيقولوا واحد الارنب معرقب معرقب وهو الارجل الخلفية ديالو كيكونوا يعني فيهم واحد جروح كي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين اذا هاد الجروح بالنسبة الانثى ما كتكونش مزيانة لانها ما كتبقاش مراقبة الصغار ديالها ما كتبقاش مزيان كتكون ديما فيها الحرارة الحرارة يعني في الجسم ديالها بالنسبة للذكار ما كيبقاش يلقح لانه كيبقى يطلع فوق الانثى من كيبقى يطلع ويقوم بالعملية التزاوج ديالو انه كيدروا هادوك الجروح اللي عندو في الارجل الخلفية ديالو وبالتالي انه ما كيلقاش اذا يعني الناس اللي بغوا الدواء معروفة بلو دو ميتيلان واحد در الشاشة زرقاء الناس اللي ما عندوش امكانيات انه ديما كان هدل فات المشاريع ديالي مع الناس الفقاراء اللي ما عندوش اللي بغين يطلعو هاد الانثى بديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم لما لا اذا كين الناس اللي غادي بقوا يديرو يعني غل يعني يقولو مثلا ديما دات مثلا غادي يشد هاداك الجروح ويدلوا واحد فاصمة مثلا ويخلي هاداك الجروح تيبرع لخاطر هذه القادية هي كينه ولكن الناس كيف اسمه يستعملو هناك يستعملو فازلين فازلين العادية اللي قدر في الرجلين ولا قدر في اليدين إما ديال الحاماض ولا ديال الورد درقاء اللي ما معارفين انتوما يا فازلين رما كينين بزخ ديالأنواع المهم انه اسمو كيدير هاد فازلين هاداك البومادة هادى هادى انتوما مني كديروها يعني كاتم تزبو واحد الليونة انتوما شوف كيفاش دائنا كتخلي ليونه في الجلد هذي يدهنوا بها يعني الأرجل يعني البلاصة في الجرح سموك يوقع أن هذي الجرح أولا كيولي ليين ما كيقصح وكيبقيت جرح ديما ثانيا أنه كيولي بعيد عن الهواء الهواء وكذلك الجراتيم تقولوا لي أنتم لا يمكن أن تكون بعيد عن الجراتيم ولكن كيولي ليين كونوا متأكدين أن الهواء والبرد ممكن أنه يكون القفص ملوت هذي فازلين هذي مني كتديرها له هذيك الجرح هذيك الجرح نقوله كيتصد مني كيتصد الجرح كونوا متأكدين أن مع المدة كيولي هذيك الجرح كتكون واحد طبقة ساميكة فوق منه إنه واحد سيدة جرب هذي القضية هذي أنا ما جربتهاش ولكن بغيت نشاركه بلي أن العبوه هذي كتدير خمسة درهم ممكن أنكم تديروا منها غيش ويرا عامرة كلها شوفوا شوف الحجم ديلي يدي يرى عامرة بأكمالها ممكن أنكم تشريوها وقد تستعملوها ليكم انتوما وفي نفس الوقت تديروها للجرح ديلي كيجيو على مستوى الأرجل ديال الأرانيو كنوا متأكدين أنه مع المدة كتديروها اللغي جمرة ثالثة بيوم الثالث كتحسوا بذيك الجرح بدك يلتائم يعني هذي مجربة مدينينها كي حاضرين هنا كيقولوا تليين يعني الجلد يعني هما دينها الرجلين دينها ولكن الناس كيديروا حتى الجرح ديال الأرانيو ديال التهاب العرقوم إذن هذي حلقة يعني اي حاجة كنشوف النسكي ديروها يعني العيال اللي ممكن أنها تكون متاحة كنوريها لكم هذي فازلين كتديروها التهاب العرقوب رها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثامن ممكن أنكم تستعملوها لكم والآن نبدي لكم إذن ديال حلقة ديالنهار كنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر جيم باش تسندونا وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله